مشاهدينا نسيب حضرتكم دلوقتي مع موجز لهم وآخر الأنباء مع محمد تفضلي محمد شكرا بسانت التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرانتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية تكفيف مساعي المجتمع الدولي للعمل على وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة والانخراط في مساري حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية بهدف استعادة الاستقرار الإقليمي جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس الوزراء الهولندي حيث أشار الرئيس السيسي إلى استمرار جهود مصر للدفع في اتجاه التهديئة ووقف إطلاق النار بالأراضي الفلسطينية ولبنان كما تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة على المستوى الاقتصادي التقى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر وأكد رئيس مجلس النواب تمسك مصر بثوابت العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي مشيرا إلى استعداد مجلس النواب للانخراط في حوار بناء مع البرلمان الأوروبي وتطلع لدعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي من أجل تعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي منصق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة نائب المنصق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط السيد مهند هادي وذلك لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وأعرب وزير الخارجية عن إدانة مصر للإجراءات الإسرائيلية شمال قطاع غزة والعراقيل التي تفرضها على دخول المساعدات الإنسانية استهدافا للعاملين بالمجال الإنساني بالإضافة لمحاولات تقويض عمل وتصفية نشاط وكالة أونروا حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش من عواقب تطبيق قانون يحضر عمل وكالة أونروا في إسرائيل مشيرا إلى أن ذلك قد تكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين وأكد جوتيريش أنه لا يوجد بديل عن أونروا كما أن تطبيق هذه القوانين سيكون مضرا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والسلام والأمن في المنطقة ككل داعيا إسرائيل إلى التصرف بشكل متصق مع التزاماتها بموجب مفاق الأمم المتحدة والقانون الدولي خاصة أنه لا يمكن للتشريعات الوطنية أن تغير تلك الالتزامات أعلن حزب الله اللبنانية تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للاحتلال في الجنوب اللبناني المحتل وشمال إسرائيل وأوضح حزب الله أنه قصف قاعدة بحرية إسرائيلية قرب حيفا بالصواريخ واستهدف شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا بمسيرة كما استهدف للمرة الرابعة على التوالي تجمعا لقوات الاحتلال عند بوابة فاطمة برشقة صاروخية وتجمعا بين مستوطنتي المنارة ومرجليوت فضلا عن استهداف مستوطنة كريات شمونة جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي تخصيص 530 مليون دولار لتسريع تطوير نظام الدفاع الجوي بالليزر والمعروف بالشعاع الحديدي ليتمكن من اعتراض جميع القذائف التي يطلقها حزب الله وجهت الولايات المتحدة تحذيرا لإيران في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة من أنها ستواجه عواقب وخيمة إذا نفذت أي هجمات أخرى على إسرائيل أو العسكريين الأمريكيين في الشرق الأوسط وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا جرانفلد أمام مجلس الأمن قالت إن واشنطن لن تتردد في اتخاذ إجراءات دفاعا عن النفس ولا تريد أن ترى مزيدا من التصعيد مشيرة إلى أن ما حدث يجب أن يكون نهاية للتبادل المباشر لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن قطع النخيل والأشجار النادرة بحديقة الأرمان التاريخية تزامنا مع تنفيذ خطة تطويرها وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نفت الوزارة تلك الأنباء مؤكدة أنه لا أساس لها من الصحة وأن ما يحدث فقط هو عملية إحلال وتجديد للبنية التحتية للحديقة دون المساس بأي من الأشجار التاريخية أو إضافة أي مبان دخيلة على الحديقة باعتبارها إرثا حضاريا كبيرا وكنزا نباتيا هام انتهى موجز التاسع عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل